سلام عليكم لبنات كده يريدين لبس عليكم تبناتكم وبيخير على خير اليوم ما جيت وجبت لكم اه الحوت في الفرن ان شاء الله لغيب الملحة السهل الحاجة هي تديري الحوت في الملحة يعني يعني الطريقة دي الحوت سهل ماهل وكيتجي زوين وكيتجيب نينا ما كنشرملوها متى حاجة مو يمنعي عندي غدي نحتاج الحوت والملحة والمول على حسب المول اللي متوفر عندكم اي مول اي حاجم غدي ينفع لكم اول حاجة غدي نفرش بابي المينيوم هي اللولة غدي نحاول نصيبها مزيان باش غدي نفرش عديها الملحة يعني غدي نقده بعد طريقة مهم اه بالنسبة للمول رماشي ضروري كون زاج وخايكون غدو كسواني دي الفران غدي نكون لكم تخدمو بيها يعني اي مول وخايكون احتدو كصغار الكبار مهم اي مول وبالنسبة للحوت لحسب الافرد العائلة اما هنا يدر تغيل شخص واحد بغا جوش حوتات غدي ندها لها في الفرن ان شاء الله وهناي الملحة راني اح كنحاول نستفى في المول وخاك تكون شي كورا ها كام يعني جمعت يعني كويرا كنحاول نفرتتها باش غدي نقدها نيشان عاد غدي نحط عليها للحوت ان شاء الله كنحاول نخلي احتش بلصاء بلا ملحة يعني كنحاول كل شي غدي نستفى بالملحة يعني المهم انا بجوش حوتات جوش حوتات اه هزت ليه باكية دي للملحة غدي نحاول نستفهم زيان باتطريقة مهم اي را عادي مشي شي حاجة لي صعيبة يعني غدي نتحاول وتفرشوا الملحة مزيان وغدي نحاول ان نستف الحوت عود اه لحسب الحاجم يعني لحسب الملحة اللي مستفى وصافي غدي نولي نغطيه بالملحة والتاني وهنا يا اه فين خسني نغطيه مزيان بالملحة يعني ما خسش الحوت يبقى كيبان يعني غنحاول نغطيه مزيان واخد سلات لي الباكية دي الملحة غدي نحاول نحل واحدة اخرى باش نغطيه مزيان ولكن هنا يا ما لسا عملت انا غير جوش حوتات كفتني باكية دي للملحة. طف هنا يا غدي نحاول نستفهم زيان ببيت دي باش مغادش نخلي شي قنية كاتبان خس كل شي تغطى بالملحة را ما تقولوش الحوت راه غادي غادي يكون مالح وذاك شي حيتا البنات الحوت راتي يبقى بقشورة يعني ما كان حايدلوش القشورة يلا بغيتو تديروها بالملحة وما كيتنقمها ولوم غير تشلوها تحت تحت الماء صافي يعني ديك ساعة الشخص مني غادي يجي كي يكل في ذاك الحوت راتي يحيد القشورة عادي يكل الحوت فمتو كيفاش يعني راها الطريقة سهلة وزوينا وبسيطة بزاف يعني را ما كي يديش الوقت قانيائيا نايا صافي ملي فرشت الملحة كاملة غادي نقولي نغطيه ببابي أليمينيوم وهنايا في مليدرس ببابي أليمينيوم غادي نحاول ان سدم زيان دوك القناة باش حتى باش ما يعني باش ما يبقاش محلولة باش ديك الملحة في نفس الوقت غادي تقولي قصحة يعني ما كتبقى يعني غادي تقولي لنا حجرة يعني ملي غادي نحيدو الحوت يعني حالي حيدناش في حجرة يعني مهم تبقى غادي تشوفو معي في الاخير دي الفيديو ملي غادي نحيت الحوت من الفران غادي تشوفو كيفاش ارجع لي مهم هناك نحاول نغطيه مزيان ما غاديش نخلي الحوت باين وما نخليش ديك الملحة باينة يعني بحال لدورتها آآ بحال لدورت آليمينيوم في الملحة عفوكم في الحوت صافي هنا يا راني اغطيتو مزيان وغادي نديرو في الفران بنسبة الفران راني درت ليه شعلته وسخن آآ درجة الحرارة مية وتمانين مهم دابا ملي غادي نحيدو من الفران اكد را غادي نوريها لكم ان شاء الله هنا يا البنات حيتو من الفران ودابا غادي نوري لكم آآ المرحلة الاخيرة شوفوك رجعت يعني كنحاول ندير فيها ولات ذيك الملحة بحال الحجرة يعني كنحاول نقيسو بيدي ونيا راه مازال سخون يعني غيش بتو من الفران اللي كنفتحو معاكم وباش غادي نوجد معاه واحد شلي ضلي خفيفة خفيفة بسيطة بس لو ما تيشال مهم انتم ما غادي تشوصوها معايا نايا غادي نحاول نهزد ذيك البالات دي البلاستيك لذيك المعلقة بلاستيك باش غادي نحيد ليه الملحة كاملة آآ الصراحة معا انها سخونة عدبتني شوية ولكن فيها خير مش مشكل انتم ما اللي بغيتو تبرع ليها حتى يدفها شوية ماشي مشكل يعني على حسب الشخص كيفاش بغي يكلها اواش باردة ولا سخونة ولا دافية المهم بكل واحد كيفاش تيبغيها نايا را تنحاول نضرب ديك الملحة حي تقصها حتى ولا تحجرة كنحاول باش نفتح كل حوتة وحوتة باش نحطها في التبصير نايا را كنحاول نش بدلولة واخاها كاك هادي هادي الصراحة في الاخر بحالي داع ليها الرس ديالو حيت الملحة اللي كاينة لتحت آآ جمدت بزاف قصحت بزاف ولت ليها بحال الحجرة وسبقت بالاخرى حيتها هي اللولة باش غادي نليق كيفاش نصيب هادي باش ما نضيتش نتكرفس عليها اكتر يعني حاولت هادي كلي من جي اخرى حيته حيت ليه الملحة ديالو غادي نحطه في التبصير باش غادي نحط آآ باش غادي نحيط الملحة للحوتة التانية ما تقولوش انه غادي يجي مالح كيفاش ما بكيت ملحة في جوش حوتات را غادي يجي مالح وهذا راه بالعكس الناس كيجي زوين وكيجي بنين ما كيجيش مالح نهائيا نجربوها راه ما كيجيش مالح راه هنا راه باقي بقشوره يعني ملي غادي يجيش شخصية كل راه غادي يحيط له القشور يحطه في الجند وغادي يكل الحوت ديالو طبيعي جدا ما فيه لملحة لمالح لدي شي حاجة وكيجي بنين وزوينة وكاينة طرق خراك كل واحد كيفاش كيدير الحوت يعني في الملحة كيجيز فيه شي حوائج صراحة انا كندير غير ملحة فقط هنا يفين تكرفص شوية على هاد الحوت صراحة تكرفص تعديت عليه شوية ما عندنا منديها مهم هنا يرا غادي نحاول غير بشوية بشوية غادي نحيدو غادي نحاول يمكن غادي نحيد لها اليمينيون هي اللولا هنا يحيت اليمينيون باش ما نتكرفصش على على الحوت طبعا غادي نحيدو اه في التبصيل حتى هو وهنا يا غادي نجيبشي شيتة صغيرة باش غادي نحيد ديك الملحة اللي بقت فيه شوية يعني رباقة فيه شوية الملحة من الفوق غادي نحاول نشطبوها كبش شيتة باش نحيد لهم زيان ديك الملحة ما تبقاش فيها بهالطريقة وصافي غادي تكون وجدة مع التبصيل ديالشليطة وغادي ندير لي شوية كيتشوب وغادي نعطيه للاخ باش يتغدى به هدا هو الغداء دياله والبنات انا ما كانت تغداش انا ان شاء الله رام وجدة لكم واحد الفيديو ان شاء الله راني خدامه فيه لحساب الرجيم ديال الماء راني درتها لكم يعني كل نهار يعني ممكنش نحطو يعني حتى نكمل البرنامج كامل عادي مكليا باش نحطوه لكم مهم بقى معي تكساعدك كموضوع اخر اه المهم هنا يراني وجدهش لضا مع البصلة وماطيشة ده تشوية اللي بزرش ويدم الحاج ويدزيز الزيتون والزيتون للحار طه في هدا هو الشكل النهائي البنات نتمنى من هاد الفيديو هادا الى الاعجاب ديالكم الى اعجبكم فيديو ما تبخلوش عليها بلايك والاشتراك والجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله درت لكم فيديو خفيف ضريف ونتمنى اتى هدا يعجبكم ما تبخلوش عليها بلايكات لايكات لايكات قد نقول لكم طه الله وليا فروسكم تلقى فيديو جاء ان شاء الله مع السلامة